بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد يتفق المسلمون ومنهم الشيعة الإمامية على أن هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس هو ذاته الكتاب الذي أنزله الله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وليس فيه زيادة كما أنه ليس فيه نقصان لأن كل من الزيادة والنقصان يعتبر من الباطل ليس حقا وقد قال الله عن كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالإضافة إلى أنه قد تكفل بحفظه وصيانته وسلامته وأن لا يجري عليه ما جرى على الكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء هذا هو الرأي العام المحقق الذي يلتزم به جميع المسلمين وربما يوجد من بين هذا وذاك من بين السنة والشيعة من يكون له نظر آخر في هذه المسألة إلا أنه لا يمثل رأيا عاما ولا فكرة شائعة عند أي فريق من المسلمين إلا أننا نلاحظ وبالذات بالذات في أثناء الجدل العقائدي والسجال المذهبي تبرز آراء لبعض العلماء على أنها تمثل رأي هذا المذهب أو ذاك مع أنها ليست كذلك وبالذات فيما يرتبط بمدرسة الإمامية نحن نلاحظ أن قسماً من مخالفيها يعظمون شأن كتاب ألفه المحدث الميرزى حسين النور الطبرسي رحمه الله وفيه روايات تشير إلى طروي النقيصة على القرآن الكريم طبعاً ضمن أجواء الصراع وأجواء الجدال والشحن يقال أن هذا هو رأي الشيعة وأنهم يعتقدون بقرآن غير هذا القرآن ولا يجمعنا معهم قرآن واحد وما شابه لهذا ينبغي أن نلقي بضوء على شخصية هذا العالم المؤلف وعلى الكتاب نفسه لنتبين حقيقة الأمر وقد ذكرنا فيما سبق أن اختلافنا في الرأي في قضية فقهية أو أصولية أو مسألة عقائدية مع هذا العالم أو ذاك لا يعني إسقاط شخصيته ولا يعني إهانة ذاته وإنما تحديد وجه الخلاف وإنما تحديد وجه الخلاف وإنما تحديد وجه الخلاف وإنما تحديد وجه الخلاف لذلك لدينا مرور إجمالي على شخصية هذا العالم الكبير المحدث الميرز حسين النوري الطبرسي بلدة نور في إيران في منطقة مازندران وهي التي كانت تسمى في السابق طبرستان والنسبة إليها طبرسي هذا العالم توفي سنة 1320 هجرية يعني قبل أكثر من 110 سنوات وقد درس العلم على يد أكابر علماء الطائفة كالميرز الشيرازي الكبير قائد ثورة التنباك وكصاحب الجواهر الفقيه الشيخ محمد حسن الجواهري ولكنه محسوب على المدرسة الأخبارية هذا مصطلح لعل أكثركم يعرفونه ولكننا نشير إليه للتذكير في الاستنباط الفقهي اليوم توجد لدينا مدرستان المدرسة الأولى هي المدرسة التي ينتمي إليها أكثر الشيعة يعني أكثر من 90% الآن من الشيعة ينتمون إلى المدرسة الأصولية مراجع النجف مراجع إيران مراجع كربلاء مراجع الهند مراجع لبنان المرجعيات الشيعية إجمالا تنتمي إلى المدرسة الأصولية التي هي المدرسة الشائعة والكبيرة في الطائفة الآن هناك مدرسة أخرى تسمى بالأخبارية أو الإخبارية يسا هذا أكو خلاف لفظي هل يصح نسبة إلى الجمع أو لا هذا مسألة لغوية لا نخوض فيها المصطلح المدرسة الأخبارية هذه المدرسة تقول أن الأدلة تنتهي كلها إلى أخبار أهل البيت فحتى الأصوليين الذين يقولون العقل دليل والكتاب أي القرآن دليل والسنة دليل والإجماع دليل صارت أربعة هذه كلها تنتهي إلى الأخبار يقولون لأن القرآن لا يفهمه إلا أهل البيت فإحنا ما نقدر نعرف تفسيره إلا من أخبارهم فإذا كان موافقا لقول المعصوم فإذا انتهت الأمور كلها إلى أخبار أهل البيت السنة هي أيضا أخبار أهل البيت فنحن نعتمد دليلا واحدا وهو الأخبار عن المعصومين عليهم السلام وهذه المدرسة كانت سائدة بالذات في القرن العاشر الهجري الحادي عشر الهجري كانت هي السائدة وهي الأقوى العلامة المجلسي صاحب البحار محسوب على هالمدرسة الفيض الكاشاني محسوب على هالمدرسة المحدث الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة محسوب على هذه المدرسة لكن هذه المدرسة مع بدايات أو منتصف القرن الحادي عشر فصاعدا أصيبت بمعارضة شديدة بالذات من الشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه واستطاع من خلال الأدلة والبراهين أن يقلب المعادلة وأن يجعل الشيء السائد في العالم الشيعي هو المدرسة الأصولية وجاء الباقون وبنوا على ما أسس عليه الوحيد البهبهاني لكن مع ذلك بقي هناك حتى إلى زماننا هذا بعض العلماء ممن يميلون إلى طريقة الأخباريين والمحدثين طبعا هذا مو بالضرورة يكون عيب يعني هذه نظرية في الاستنباط الفقي هذا يصير عنده دليل عليها يقتنع به يلتزم بها ذاك يصير عنده دليل على خلافها يخالفها ممن كان محسوبا على مدرسة المحدثين أو الأخباريين الميرزة حسين النوري الطبرسي هذا كان عالما كبيرا قلت من تلامذة الميرزة الشيرازي الكبير من تلامذة صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي وقد تبحر في العلوم بشكل كبير له مؤلفات كثيرة قريب من ثلاثين مؤلف بعضها في مجلدات كبيرة مثل كتاب مستدرك الوسائل في ثمنطعشر مجلد مستدرك الوسائل يعني شنو؟ عندنا إحنا وسائل الشيعة وسائل الشيعة جمع فيها الحر العامل وهو من المحدثين الأخباريين جمع فيها روايات عن المعصومين عليهم السلام في كل أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات خمسة وثلاثين ألف حديث الآن أي فقيه من الفقهاء سواء كان أخباري أو أصولي لازم يرجع إلى وسائل الشيعة لا يستطيع أن يستدل بدونه لماذا؟ لأن كثيرا من الأحكام إنما جاءت عن طريق الأئمة الآن نحن في شهر رمضان من الأحكام مثلا أن البقاء على الجنابة متعمدا يفسد صوم الإنسان عندنا الإمامية هذا ما موجود في القرآن الكريم موجود في القرآن الكريم في قضايا المفطرات ثلاثة أكل وشرب صريح والجماع بالإشارة علاقة الجنسية الخاصة بالإشارة وأما باقي المفطرات ما مذكورة في القرآن من أين جاءت من خلال الأحاديث فهذا الحر العاملي جاء وكتب وسائل الشيعة خمسة وثلاثين ألف حديث هذا العالم الذي نتحدث عنه وهو المحدث النوري وقال العمل اللي سواه صاحب الوسائل نعم العمل ممتاز ولكنه غير تام لأن هناك أحاديث كثيرة إما لم يعثر عليها الحر العاملي أو ما كانت عنده كتب أو أنه ما قدر يحقق فيها وفي كتبها فأنا أقوم بتكملة واستدراك ما فاته الشيء اللي ما كتبه أنا أجيبه الشيء اللي ما شافه أنا أسويه فكتب مستدرك الوسائل تكملة اللي ما كتبها الحر العاملي سواها منه المحدث النوري هذا المستدرك شقيد ثلاثة وعشرين ألف حديث ذاك خمسة وثلاثين ألف وهذا استدرك عليه ثلاثة وعشرين ألف هذا معناه جهد جبار لا سيما في تلك الأزمنة الآن عندك المجامع الحديثية موجودة والكتب في الإنترنت وغير ذلك في تلك الأزمنة لم تكن قد يكون نسخة توارثها أشخاص عن آبائهم وما موجودة اللي فمكتبة فلانا لازم يروح ويحقق فيها وما شابه هذا مثلا من كتبه المهمة اللي بعض علمائنا حتى من الأصوليين يقول أي فقيه ما يقدر يفتي ورأسه بارد بدون ما يرجع إلى مستدرك الوسائل لازم يراجع الوسائل ويراجع المستدرك بعد حتى يشوف أكو روايات فهل موضوع له ماكو فالرجل كان عالما كبيرا وكان شيخا جليلا بعدين كتب كتاب اسمه خاتمة المستدرك في بحوث رجالية في بحوث في المشيخة مشيخة الحديث تسعة مجلدات يعني هذا وذاكه يصير سبعة وعشرين مجلد من الجهد العلمي المركز هذا واحد من الكتب أو اثنين من الكتب وإلا هو عنده ثلاثين كتاب ولهذا بعض تلامذته يقول بالذات أولا كان في أيام حياته منظم في وقته للغاية تقدر توقت عليه ساعتك عسب التعبير قبل الفجر بساعة ونص هو واقف على باب حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصلي صلاة الليل والنوافل برة لأنه ما حد فاتح إلى الآن إلى أن يجي بواب الروضة الحيدرية يفتحها ويدخل إياها الشيخ ويبدأون بإيقاد السرج والشموع ويعدل المكان هو أيضا إلى أن يصير الفجر يصلي وكذا بعد ذلك يرجع إلى منزله يتناول شيء من الطعام ثم يبدأ في دروسه والعصر مخليه إلى بحثه وإلى مطالعاته وكتابته تلميذها غابو زرق الطهراني يقول كان آية في تنظيم الوقت وأما لما صار بعد أواخر سنوات عمره وشاف أن الشغل اللي بإيده كبير وما يلحق عليه يقول ترك الطلعة أصلاً ما يطلع من البيت بعد فلان عنده فاتحة لازم تروح ما يعرف هذا الحكي فلان عنده زواج لازم تهني ماكو واحد جاي من الزيارة روح زورة واحد بروح الزيارة روح شيئة هذا الحكي لا يعرفه أصلاً اعتكف في منزله وكتبه حتى يتم مشروعه إلى الحد يقول الذي كان إذا واحد سأله عن مسألة يسأله مسألة يقول لها تلقاها في فلان كتاب فلان صفحة روح راجع شوف أنه إذا يقعد يفصله ويشرحه وكذا هذا يأخذ منه وقت ولهذا أنتج هذا الإنتاج الكبير الواسع لكن من الكتب التي كتبها ووقعت موضعاً للأخذ والرد والمناقضة هذا الكتاب كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب هذا أساسه شنو كما يقول بعضهم يقولون واحد سأل الميرز النوري في أولياته أنه إذا قضيت علي بن أبي طالب هل قد مهمة فلماذا لم تذكر في القرآن الكريم تقولوا إمامة علي بن أبي طالب وولايته مهمة ليش ما ذكرت في القرآن وانتهى الموضوع المحدث النوري أجاب بجواب وداه إلى مسلك غير سليم قال له لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس تمام القرآن الذي أنزل على رسول الله في بعضه ناقص ولذلك لا نجد اسم الإمام عليه السلام هذا جواب ليس صحيح كما يقول العلماء العلماء يقولون الجواب الصحيح أن يقال أننا في القرآن الكريم قضايا كثيرة جداً لم تذكر كل العبادات بهيئاتها وكيفياتها لم تذكر في القرآن الكريم كل العبادات كم ركعة تصلي في اليوم ما مذكور في القرآن الكريم أفعال الصلاة ترتيب الأفعال فيما بينها ترتيب الأجزاء ما مذكور مع أنه قضية يومية للإنسان في كل مكان مسنة وشيعة كل المسلمين هذا الصيام استثني الأكل والشرب والممارسة الجنسية باقي المبطلات ما مذكورة في القرآن الكريم الزكاة أصلاً ما مذكور شيء عنها وعن كيفيتها وقيمتها وأعدادها الحج أيضاً كذلك ما في ذكر للترتيب أنطوف إحنا هكذا وين هذا مذكور ليش ما أنطوف هالشكل وليطوفوا بالبيت العتيق هالشكل له هالشكل ويش الفرق طيب وهكذا الاعتكاف الحقوق المالية هذه في العبادات العبادات طرًا وكلاً لم يتحدث عنها القرآن بتفاصيلها وهي أمر ابتلائي لكل مسلم ومسلمة صغير أو كبير على مدى التاريخ ولم تذكر أما المعاملات فالأمر أعظم معاملات أنت تشوف الآن الرسائل العملية جزئين جزء العبادات وجزء المعاملات لو تحسب كل آيات المعاملات في القرآن الكريم ما تطلع لك عشرين آية طيب ماكو آيات حول المعاملات الميراث اللي هو مبتلى به كل إنسان مسلم يتوفى ويرثه أهله ما في في القرآن الكريم غير سبع آيات فقط عن الميراث لا تفي أبداً بمسائل الميراث وتفاصيله على الإطلاق طبق الأولى والطبق الثانية والطبق الثالث وهالمداخلات اللي موجود فيه مجلدات ضخمة في الميراث سبع آيات شو تسوي فيها هذه ماذا صنع المشرع جاب الأصول العام في القرآن الكريم وأيضاً كلف النبي بتفصيل العبادات وبتوضيح المعاملات وبالإشارة إلى الأوصياء أتمم هذا بقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فشن الفرق من ناحية الحجية بين أن في القرآن الكريم يقول وصلاة الظهر أربع ركعات لو قال هكذا أو بين أن يقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما قلتموني أصلي ويصلي أمامنا أربع ركعات من ناحية الحجية لا فرق في ذلك ما الفرق بين أن يقول القرآن الكريم وعلي بن أبي طالب هو خليفة الله في أرضه بعد وفاة رسول الله وبين أن يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه وأن يقول علي وصيي وخليفتي من بعدي ماكو فرق هذا لا ينطق عن الهوى والقرآن أيضا ليس فيه الهوى هذا حق وذاك حق هذا الطريق السليم كما يقول علماؤنا المحدث النوري رحمة الله عليه راح طريق غير سالك فشنو سوى يحتاج أن يبرهن على كلامه لم يذكر علي في القرآن قال لأن القرآن قد نقص منه من جمعه اللي جمعوه نقصوا منه كيف نقصوا منه بدأ يستدل أول ما جاب في بداية الفصول استدلالات وأحاديث مدرسة الصحابة والخلفاء على النقص وهذا هم من يشيرون إلى عادة يقول المحدث النوري هو يقول بتحريف القرآن طيب هو مستدل بكتبكم إذا تقبلون كلامه هذا من فمكم يدينكم فجاب أولا ما جاء في روايات مدرسة الخلفاء مما فيه التصريح بأن في القرآن نقصا مثل كمثال فقط نجيب هنا ونحن لا نعتقد بهذا الكلام نهائيا ورد في مستدرك على الصحيحين للحاكم النسابوري وهو من الكتب المهمة في مدرسة الخلفاء عن أبي موسى الأشعري وهو من أصحاب النبي المعدلين عند مدرسة الخلفاء أنه قال كان بين أيدينا سورة نشبهها بسورة براءة في الشدة والطول وكنت أحفظها إلا أني نسيتها ولا نجدها في الكتاب اليوم يقول في ذلك الزمان قبل كان عندنا فد سورة ابقد سورة براءة اللي هي سورة التوبة سورة صغيرة أبو خمس وعشر آيات ولكن هذه السورة ما موجودة الآن ما موجودة في القرآن وأنا ما نسيتها ما حفظت منها إلا شوي بس شنو هذا يا بي؟ قال إن الله يقول لو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى واديا ثالثا ولا يشبع جوف بن آدم إلا التراب هذه آية من آيات ذيك السورة التي نسيناها فيجيب حتى هذه كقول من أقوال مدرسة الخلفاء وغيرها قضية ما نقل عن أم المؤمنين عائشة أنه كانت سورة موجودة في البيت مكتوبة في رق وجاءت الداجن وأكلتها دجاجة أو صخلة أو غير ذلك أكلتها وريحتنا منها طيب فيجيب مثل هالروايات أولا يقول هذا قول علماء الجمهور بأن في الكتاب نقصا أقول سورة نقصة وذيك سورة أكلتها الداجن والحيوانات الأليفة بعدين طبعا هذا نحن لا نعترف به بعدين يجيب أخبار في كتب المؤلفين الإماميين تفيد بوقوع التحريف والنقيصة في القرآن الكريم يجيب روايات كثيرة هنا العلماء اللي ردوا عليه من زمانه إلى زماننا لأنه واجه مخالفة قوية أدى على خلاف ما استقر علي المذب قالوا إلى أن هذه الروايات كلها تنتهي إلى رجلين اثنين واحد اسم أحمد بن محمد السياري والثاني اسم علي بن أحمد الكوفي وهذان الرجلان عند علماء الرجال كذابان ضعيفان متروك الحديث ما يقبل حديثهم أصلا لو يقولوا لأنه في مسألة مستحب ما نقبل كلامهم لأنهما متهمان بالكذب ضعيفان حديثهما لا يعبأ به أحدهما متهم بالغلو من الغلات فما نعترف بهم حتى في مسألة مستحب الروح نعترف بهم في مسألة عقائدية قام الدليل والإجماع وآية القرآن على خلاف ما يذهبان إلى لا نعترف بكلامهم لأنه من ناحية السند هذا السند ساقط لو فرضنا أيضا هذا السند ليس ساقط فرضنا أنه سند زين ما في مشكلة احنا قدامنا أولا القرآن الكريم الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعندنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعندنا من الروايات أساس مذهب التشيع يعتمد على حديث من الأحاديث هذا الحديث ما هو؟ وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي فإذا كان الكتاب غير معصوم إذا كان فيه زيادة إذا كان فيه نقيصة كيف يمكن أن لا يضل الناس؟ شيء الزائد يضل شيء ناقص أيضا يضل إحنا لولا أن العترة معصومة ما كنا نتبعهم ليش؟ لأن من الممكن يجيبوا لنا كلام من هنا وهناك لابد أن تكون معصومة فكيف لا يكون القرآن الذي بين أيدينا وهو الثقل الأكبر في بعض الروايات كيف لا يكون معصوما كيف لا يكون تاما كيف يكون فيه زيادة ونقيصة هذا غير ممكن أبدا فأولا الرواة الذين رووا هذه الروايات لا يعتمد عليهم كذب والضاعون طبعا مشكلة المشكلة هنا أن يعني التوجه الأخباري في عنده ليس كالأصوليون الأصوليون عدهم الأحاديث على أربعة أقسام حديث إذا بعض رجال السند فيه الضعف خلاص يصفط على جم الأخباريون لا أقل بالنسبة إلى أحاديث الكتب الأربعة يقولون كل الكتب الأربعة وما ورد فيها صحيح وتام ما في حديث غلط ولا في حديث ضعيف فهنا نتجي مثل هذه المشاكل وهذه المسائل زين لذلك رد على المحدث النوري رحمة الله عليه من قبل علماء كثيرين قدامى ومعاصرين حتى في زمانه ردوا عليه وصارت ضجة مخالفة إلى هذا الكتاب نتيجة هذا الأمر أحد أمرين هناك قول بأن المحدث النوري تراجع عن رأيه في أن القرآن فيه نقص وهذا ينقله عننا من تلميذه المباشر وأعز تلامذته وهو عندنا من الأعاظم من الأصوليين أغب زرق الطهراني رحمة الله عليه يقول أنا في أواخر حياة المحدث النوري أستاذي سمعته يقول كان الأولى أن أسمي الكتاب ذاك المؤلف فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب الأرباب مو في تحريفه في عدم التحريف ليش؟ يقول لأن الأدلة التي جاء بها في الكتاب أدلة غير سليمة أدلة غير نقية تشير إلى عدم التحريف ولا تشير إلى التحريف هذا واحد واحد آخر من العلماء يقول أصلاً المحدث النوري في بعض كتبه المتأخرة قال إحجاية وهي أنه لم يذكر في القرآن الكريم اسم أحد من الصحابة إلا زيد بن حارفة في أي آية؟ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها الوحيد من أصحاب النبي الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد هنا أي صحاب آخر لم يذكر بعض العلماء يقول هذا الحكي منه معناه تنازل عن الرأي السابق الذي كان يقوله أن اسم علي كان مذكوراً في القرآن وعلى أثر التحريف والتنقيص تم حذفه إذا قبلنا هذين الشاهدين على أن المحدث النوري تراجع عن رأيه في تحريف الكتاب كان بها رجل كان يذهب إلى فترة من الزمان إلى رأي من الآراء تبين أن هذا الرأي إلى تبين إلى أنه غير صحيح تراجع عنه إذا لم نقبل هذين الشاهدين قلنا لا المحدث النوري لم يتراجع يكون واحد من العلماء في مسألة من المسائل مع جلالة شأنه وعظمة خدماته طيب بس في هذا المورد كان مشتبهاً نظريته كانت نظرية خاطئة رأيه في هذا المكان رأي غير صحيح قلنا عالم كبير بس ما قلنا معصوم عن الخطأ قلنا احترامه في محله بس ما قلنا كل أفكاره صحيحة طيب وهذا اللي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان كما ذكرنا في ليلة مضت فإذا إما أن يكون المحدث النوري قد رجع عن رأيه هذا واتخذ نفس المنهج العام لعلماء الإمامية في أن القرآن الكريم لا زيادة فيه ولا نقيصة تعتريه فيكون موافقاً وإما أن يكون بقي على هذا الرأي ولم يتغير فنحن نخالفه وعموم علماء الإمامية أكثرهم على خلاف هذا الرأي ولا يحط هذا من قدره بمعنى أننا نلغيه من القائمة ومن الوجود كلا من صفاته أيضاً هذا المحدث رحمة الله عليه كان عنده اهتمام بقضية الحسين عليه السلام فهو أول من أرسى سنة المشي إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء وفي الأربعين بين العلماء علماء كان قليل جداً أو نادر من يذهب إلى الزيارة مشياً على قدمي فهو بدأ بهذه المسألة وشوية شوية نامت لأن في الروايات من مشى إلى زيارة قبر الحسين كان له من الثواب كذا وكذا فكان يمشي من النجف الأشرف إلى كربلاء تطلباً للثواب وكان شديد الإنكار على ما يرتبط بالكذب في المصرع الحسيني عند كتاب اسمه لؤلؤ ومرجان باللغة الفارسية اعتمد عليه الشهيد المرتضى مطهري رحمة الله عليه في كتابه الملحمة الحسينية اعتمد عليه اعتماد كثير جداً كان شديداً في أمري الكذب في المصيبة يقول لا يصح لقارئ التعزية والخطيب أن يأتي لأجل إبكاء المستمع أن يأتي بأخبار غير صحيحة لأن الإبكاء مستحاب ولكن الكذب حرام ما يصير علشان تسوي مستحاب تروح ترتطم بالحرام وما يحتاج أنت تصطنع إليك قصة وسالفة من جيبك غير محققة يكفي يقول أن تتأمل في مصيبة الحسين عليه السلام لو تخيلت الحسين سلام الله عليه وقد أحيط به في يوم العاشر وهو عطشان ضمآن قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه بمجرد أن تتصور هذا المنظر ما يحتاج أحد يقرأ إليك مصيبة أنت تشوف نفسك متأثر إذا تتصور الطفل الرضيع على يد الحسين وقد طوقه السهم نفس تصور هذا المشهد يجيب قلبك بالخضوع والخشوع ما يحتاج تجيب زيادات من هنا وهناك وأكو عندنا أشياء كثيرة ثابتة في الزيارات وفي المقتل يكفي أن يتحدث الإنسان فيها ولا يرتطم في أمور المبالغات والكذب في القضية الحسينية نفسه وكان يرث الحسين ويقرأ المصيبة في منزله في عصر يوم الجمعة عصر يوم الجمعة آخر ساعة من ساعات النهار يقول يجتمع حول طلابه وأهل العلم وطلابه بعضهم من الكبار والأعاظم ويأتي وقد استعد لقراءة المصيبة فيقرأ المصيبة يقول بعض تلامذته كأني أنظر إليه ودموعه تتحادر حتى تبل شيبته الكريمة حزنا على أبي عبد الله الحسين أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجري إن يقتلوك فلا عن غير معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر من اللي يتعرض إلى سيرة الحسين وإلى قصته فلا يتأثر ولا يتغير ولا يخضع قلبه ولا تخشع نفسه ها نحن في عزاء الحسين عليه السلام وفي ذكره وفي ذكر زيارته الليلة ليلة جمعة ونحن نزور من هذا المكان الشريف بيت من بيوت الله نوجه سلامنا وزيارتنا لأبي عبد الله الحسين وأهل الليلة تستحب فيها الزيارة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين في الزيارة المنسوبة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان يسلم فيها على جده الحسين على أعضائه على بدنه على شفتيه الضامئتين السلام علي البدن السليب السلام على الخد التريب السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الشفاء الزابلات السلام على الأرواح المختلسات السلام على النساء المسبيات السلام على السلام على المقروع بالقضيب السلام على الطفل الصغير إلى أن يقول في وصف مصرع جده وهويت إلى الأرض صريعة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغات ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وأسرع جوادك إلى الخيام محمح من داعيا وبالظليمة مناديا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدود على الخدود إلى طمات وبالعوي لداعيات وبعد العز مذللات اشلون حالة لما سمعوا الفرس الجواد قد أقبل إلى المخيم وهو يصهل صهيلا عاليا وينك يا شاعر أهل البيت يقول حس جواد حسين يصهل حي أخونا وجيتا قوموا نتلقى ولينا يا بناتا ونسوتا قومي أسكي نطلعي لها بغير مهلا وانظري كنم تغير صهيلا ليش صار ما ندري عليه أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط به يكثر الصيحات موهر حسين ما هي عادته اش سوت قلعة اسكينة ومدامعها على خداة السين وقفت والعين ما شبوحة على حس الصهي شافت يسحى بعنانا مزلزل البرب العوين دم ابوه حسين يجري فوق عرف ورقبت فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقضي حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين لاسيما المرحوم الحاج علي آل محسن اللهم تغمده برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات